معنا من موسكو مراسلنا فادي صالح ليطلعنا على المزيد من هذه التفاصيل مرحبا بك فادي تفاصيل هذا المشروع وهذا القانون الذي يعده الدوم الروسي نعم في الحقيقة فيتسلاف فلودين رئيس مجلس الدوم الروسي نشر في قناته على تيليجرام أن المجلس سيناقش يوم الاثنين مشروع قانون يسمح بمصادرة الممتلكات والأموال للمواطنين أو للأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الجيش الروسي هذه المعلومات في حال كان نشرها متعمدا فإنه سيتم معاقبتهم على هذا النشر بمصادرة الأموال أيضا من يحاول تشويه سمعة الجيش الروسي أيضا سيكون ضمن هذا القانون الذي ستتم مناقشته في الحقيقة هي بنود عديدة تم طرحها أو سيتم طرحها للنقاش يوم الاثنين حسب ما نشر فلودين وأختبس يعني مثلا إذا كان هناك دعوات عامة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى انتهاك سلامة الاتحاد الروسي كما كتب أيضا الاستهدافات التي تحاول تشويه سمعة الجيش الروسي وكذلك محاولات إعادة أحياء النازية وإعادة تمجيدها هي قوانين هي طبعا سيتم معاقبة عليها وأيضا في حال طبعا مساعدة المنظمات الدولية التي لا يشارك فيها الاتحاد الروسي أيضا حسب هذه المادة سيكون من يساعد المنظمات الدولية التي لا تشارك فيها روسيا عرضة للعقاب وكذلك الأمر طبعا فيما يتعلق بالدعوات إلى أنشطة معادية لقوات الأمن الروسية إذن هو مشروع قانون سيتم طرحه للتصويت في يوم الاثنين وستم طرحه بداية للنقاش يوم الاثنين المقبل في مجلس الدومة الروسي وهذا الأمر طبعا هنا يجري الحديث عن أن العقوبة ستكون مصادرة الأموال ومصادرة الممتلكات حسب المواد القانونية التي يقرها الاتحاد الروسي والقانون الروسي ولكن سيتم إضافة بعض البنود لها في حال تم التصويت على هذا القانون طيب فادي أيضا في سياق آخر دومة سيتوجه رسميا إلى مجلس النواب الفرنسي من أجل قضية وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا هل من تفاصيل وبرهين لدى الجانب الروسي؟ دعم في الحقيقة أيضا بيسلاف فلوديون وهو رئيس مجلس الدومة الروسي يأكد أنه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري يعني بعد عدة أيام سيتوجه مجلس الدومة الروسي برسالة رسمية إلى مجلس النواب الفرنسي ليتأكد إن كان هذا المجلس أي الفرنسي يعلم بوجود مرتزقة جانب مرتزقة فرنسيين في صفوف القوات الأوكرانية وحسب التأكيدات الروسية تم الحصول على معلومات تؤكد أن ستين شخصا يحملون الجنسية الفرنسية يقاتلون ضد روسيا إلى جانب القوات الأوكرانية وعليه فإن تم استدعاء السفير الفرنسي لدى موسكو على خلفية هذه الادعاءات الروسية وأيضا سيتم الحديث في مجلس الدومة عن إمكانية التأكد من هذه المعلومات وطبعا أو أن يكون هناك رد رسمي من قبل الجانب الفرنسي حول هذا الأمر وحول المعلومات التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في صفوف القوات الأوكرانية فيها الحقيقة حسب ما قرأنا في وسائل الإعلام أيضا يعني لم تكن هناك ردود فعل ربما رسمية أو لم يتم الرد بشكل رسمي على موسكو إلى أنه قيل أن للمواطنين الفرنسيين الحق بالسفر إلى أي مكان والمشاركة في أي فعالية يريدونها بكل الأحوال هذا الأمر أيضا سيطرح للنقاش وسيطرح للمناقشة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري شكرا جزيلا فادي صالح مراسل المشهد من موسكو على كل هذه المعلومات